خد حفيد الشيخ الشعراوي محمد عبد الرحيم الشعراوي سيد محمد أهلا بيك أهلا بيك أهلا سيد محمد سيد محمد أنت لأنه كمان لقيت أنه في ربع أحيانا بيتم التمسح باسم الشيخ الشعراوي وإحنا بنتكلم مبارح قلت لي أنك لا تقبل ذلك وشايف أنه الشيخ الشعراوي نفسه تنصل من ممارسات جماعة الإخوان المسلمين دي حقيقة يا فندم أهلا دي حقيقة ألو وأنا سمعك يا محمد يعني أهلا يا فندم إيه الموقف الشيخ الشعراوي من الجماعة في أيامه الأخيرة أهلا بداية الحديث يا فندم أولا في الداية دعوة حسن البنف إنشاء الجماعة واستقطب أهل الرأي والعرض والحل لأصحاب الفكر ولأصحاب المواقف الوطنية فبدأ يجمع حواليه الناس ويعرض عليها اللي هي في بدايتها اللي هي كانت بالدراعة تدعو إلى الإصلاح وإلى مجادة الاحتمال فتستكتب في أفكارها في الأول كانت بتستكتب الإصلاح المجتمع في الفترة ديا لنشر كلمة الحق والدعوة الإسلامية فبعد ما بدأت في الفترة لاحظ يعني ليهم أقول الشعيرة رأيتهم يتطلعون إلى كرسي الحكم بسبب تطلعهم للسلطة وللحكم يعني أيوة لم تكن بالدعوة أو إلى إصلاح المجتمع أو إلى نشر الفكر الإسلامي الإسلامي الوسطي المعتدل في إصلاح المجتمع في هذه الفترة يعني طيب محمد طبعا إنت معترض كمان على التمسح في اسم الشيخ الشعراوي في ميدان ربع العدوية أه طبعا أولا 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 يعني أي عاقل حتى لو الشيخ كان بيننا في هذه الأوقات لا تنا يرضينا ما يفعلونها أو المتشبكين بالإسلام أو المتشبكين بالدين وكل اللي أنا شايفينه على الساحة من أفكار قدامة كل اللي بيدعول إلى عدم الدولة والعدم أساس 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 أساسها اللي هو الفكر الوسطي الدعوة السامحة ليس هذا في شيء من الإسلامي محمد